تشكيل النهاردة هتحطي لي طريقة اللعب الأنسب من وجهة نظرك بس خلينا أسألك على الغيابات الأول يعني عندنا اتنين كانوا مؤثرين جداً مع النادي الأهلي في الفترات الأخيرة وكان ليهم بصمة مهمة في تحييه السلسية وغيبوا بقالهم فترة على النادي الأهلي علي معلول وليد سليمان الاثنين كانوا من أكتر العناصر المهمة الحقيقة في تشكيلة الأهلي حتى وليد لما كان بينزل كبديل دايماً كان بيسيب بصمة يعني مش بديل بينزل ويكمل التسعين ديالة لا بينزل بيكون ليه دور بيحس فيه نقلة حتى لو ما أحرص أو ما سجلتش بنفسه بس بتحس فيه نقلة في مستوى الفرقة فكان الحقيقة لعيب محواري وعلي طبعاً علوله يعني لعيب الحقيقة من مفاتيح اللعبة في النادي الأهلي غيابهم تعتقد يكون مؤثر بشكل كبير في المطش اللي جاي؟ أكيد يعني أكيد أنت بتتكلم على اثنين اثنين يعني عندك كابتن وليد بسم الله ما شاء الله يعني الراجل بيقوم بأدوار داخل الملعب وخارج الملعب برق كواليس يعني بيقدر اللي هو ينقل خبرته كلها للعيبة والظروف اللي زي دي هو مر بيها فكان هيفرق معانا في الوقت ده بالتحديد لأنه هو كابتن من كبتن الفرقة وكان هيقدر يوصل للعيبة داخل الملعب هيقدر يقول لهم يعملوا إيه بشكل واضح إيه اللي إحنا نقدر يعني هو يعني كابتن وليد بيبقى في الملعب أكيد أنه مدير فني كل اللعيبة وإنت مغمّد كده وأستاذ أحمد لما كابتن وليد يقول لك أقف على الكرة في التوقيت ده بالتحديد هتيعرفتو أقف على الكرة لا عايزين نسرع الرتم بتاع المباراة كل الأمور دي بتحصل والناس والجماهير بتتفرج محدش بيبقى واخد باله من الدور بتاع الكابتن اللي هو بتاع الفرقة زي كابتن وليد عندك كعلي معلول نعم مش بس هنفتقده كلاعب لكن هنفتقده كليدر كمان أو كقائد الفريق وعندنا طبعا علي معلول بجد يعني فرق معانا بشكل كبير جدا لإني أنت علي يعني ما اعتبرش باكلفت عالي أنت مرة تلاقيه هوفليفت ممكن تلاقيه بلي ميكر بسم الله ما شاء الله عليه ففرق معانا كتير وهداف وبيقدر اللي هو من الدربات السابتة يعني لو المطش معاقرة بتقدر بدربة سابتة تقدر تخلص المباراة من علي معلول فهيفرق معانا بشكل كبير ولكن عندنا لعبة إن شاء الله اللي احنا واسكين فيها بإذن الله اللي هي تقدر بإذن الله تكمل الدور بتاع علي معلول وكابتن وليد سليمان إن شاء الله شكرا للمشاهدة